اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استشهد عبيد بعد خروجه من المدرسة بعد اقتحام الاحتلال لبلدة السلواد واندلاع مواجهات في المكان ما ادى الى اصابته بجراح خطيرا نقل على اثرها الى المركز الطبي في البلدة ثم اعلن بعدها عن استشهاده هذه جريمة اخرى من جرائم الابادة الجماعية لابناء شعبنا سواء في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية هذا الاحتلال يمعن بمزيد من الارهاب والبطش وقتل كل ما هو فلسطيني اينما تواجد هذا في ظل صمت القوة او ما يعتبر انفسهم هما القوة ومع استشهاد عبيدة ترتفع حصيلة الشهداء خلال اليوم الى خمسة الشهداء وهم معتز طبيش ومهند الفسفوس واران الشاعر وثائر حمو ومنذ بدء معركة طوفان الاقصى الى 378 شهيدا وذلك حتى اعداد هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر